وللمزيد ينضم إلنا مراسل التيفيزيون المصري من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم أبو العنين من وقع توجودك باسم مشاهدتك اليوم حول اليوم الثاني من انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئيسية 2024 ماذا لديك معلومات؟ تحياتي من الهيئة الوطنية للانتخابات بالفعل نحن اليوم أو الآن في اليوم الثاني والثالث من أيام التصويت في الخارج حيث أن نيوزيلندا بفرق توقيت 13 ساعة سوف تبدأ اليوم الثالث بعد نحو في تمام العشرة بتوقيت القاهرة لتبدأ اليوم الثالث باعتبارها أول بلد على مستوى العالم يتم التصويت فيه وبعد ذلك تباعا حسب المناطق الزمنية المختلفة ومنذ قليل في توقيت السابعة بتوقيت القاهرة تم بالفعل البدء في عمليات الاقتراع لثاني الأيام في آخر مدينة على وجه الأرض يجرى فيها الانتخابات وهي ولاية سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا فروق التوقيت هي التي تجعل هذا التوقيت شاسع بين أقصى الأرض من غربها إلى شرقها تم التواصل هنا من خلال غرفة العمليات المتابعة اللحظية في الهيئة الوطنية الانتخابات التي نتواجد بها الآن وهذه الشاشات التي بخلف كما ترين وكما يرى المشاهد هي عبارة عن كاميرات بث مباشر وحي لمقار الانتخابات في السفرات والقنصليات المختلفة حول العالم وتبين الإقبال وتبين سير العملية الانتخابية على مدار اليوم هناك بعض اللجان قد أقفلت بالفعل نتيجة لمضي الوقت القانوني لعمليات الاقتراع والتي تمتد من التساع صباحا حتى التساع مساء بتوقيت كل بلد على حدة طبعا كان المستشار أحمد بن داري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قد تواصل خلال اليوم مع السفراء والسادة القنصليين في السفرات المختلفة للوقوف والاطلاع على سير العمليات الانتخابية وهل من مشاكل قد واجهت أو هل من عقبات قد واجهت الناخب إلى آخره وتم الاطمئنان على سير العمليات الانتخابية وما يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجازت للمواطن المصري المتواجد بالخارج أن يدلي بصوته بواقع جواز صفريه شريطة أن يكون ساري المفعول أما بالنسبة لبطاقة الرقم القومي فقد أجازت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يدلي الناخب بصوته بالبطاقة الرقم القومي حتى ولو كانت غير سارية شريطة أن يقوم السيد السفير أو القنصل بمراجعة بيانات الناخب وتأكد من صحتها كما حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن أي مواطن مصري يسافر في خلال هذه الأيام ويتواجد خارج البلاد من حقه أن يدلي بصوته في البلد التي يتواجد بها فإذا عاد قبل بدء العملية الانتخابية في داخل البلاد فلا يجوز له إطلاقا أن يقوم بالتصويت مرة أخرى باعتباره قد أدى التصويت وأدى حقه الدستوري في البلد التي يتواجد بها وإلا فلا يصوت بالخارج وينتظر حتى عودته إلى الداخل ويقوم بالتصويت في الداخل طبعا لأتذكرة أيضا الانتخابات في خارج مصر عبارة عن ثلاثة أيام يعني تم تزامونها مع العطلات الإسبوعية سواء في الدول التي تعمل بنظام الجمعة والسبت عطلة إسبوعية أو السبت والأحد في الدول مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها وهي أيام السبت والأحد والاثنين الأول الثاني الثالث من شهر ديسمبر الجاري وطبعا إذا كانت هناك إعادة في الانتخابات فقد تم تحديد أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين للخامس والسادس والسابع من شهر يناير من مطلع العام القادم لدينا نحو 137 سفارة حول العالم وقنصلية مصرية حول العالم في 121 دولة بواقع 103 لجان يتم فيها عملية الاقتراع للمصريين بالخارج حول العالم وطبعا برضو للتفكرة بداية الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين للعشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري لدينا نيوزيلندا أول دولة في كوكب الأرض يتم فيها التصويت ولدينا مدينة أو ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية كآخر بلد يتم فيها التصويت التصويت عبر الفيديو كونفرنس كان هناك تواصل دائم من غرفة العمليات داخل الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الساعة للتواصل كما بكرت مع قناصل وسفراء جمهورية مصر العربية للوقوف على مستجدات الوضع في السفارات حول العالم لدينا في الشاشات الخلفية تصوير حي للسفارات سفارتنا في روما في المنامة ميلانو لندن عمان جدة وأيضا لدينا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الرياض إلى آخره ليكون غرفة العمليات منعقدة بشكل لحظي لمتابعة لحظية لمتابعة تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة رئاسة جمهورية مصر العربية إليك 2024 أشكرك شكرا جزيلا زميل باسم أبو العينين كنت معنا من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات شكرا جزيلا لك